رغم القرار اللي صدر يمبارح من إدارة نادي الزمالك بخصوص تجميد سلاسي الفريق محمد صبحي وإحمد فتوح ومصطفى الزناني لمدة شهر وخصم جزء من أقدم لكن ما زال هناك إمكانية لتجديد عقد محمد صبحي مع نادي الزمالك طب إزاي؟ طب إزاي؟ تعال أقول لك يلا بينا ما فيش هنا أقول أنا يعني أولا بالنسبة لقصة المشاركة في المباريات المشرفين على قطاع الكرة لما كابتن أحمد سليمان ولكابتن حسين السيد قالوا للكابتن معتمة جمال معاك شهر من دلوقتي يتم فيها أو يتم فيهم يعني خلال التلاتين يوم يعني تجميد محمد صبحي بعد الشهر عايز تلعبه ويشارك في المباريات برحبك وفقا لحاجتك الفنية بس لالقيه لحد شهر يناير طيب ثانيا بالنسبة لقصة استمرار عرضه للبيع صبحي في التحقيق أكد إنه أخطأ إنه أخطأ ومعانيتش يعني لما خرج من المعسكر والناس كلمته يرجع على طول رجع وهو قال إن أنا شايف إنه ده خطأ مش هيتكرر مني ومستعد للإعتذار بشكل عام للعودة لكن إدارة الزمالك حتى الآن متمسكة جدا بموقفها بخصوص فتوح والزناري لكن بالنسبة لمحمد صبحي الوضع مختلف شوي ليه؟ عشان إدارة الزمالك قالت له إنه فيه إمكانية للتفكير في عودتك بعد يناير وإزالة قرار البيع اللي يخصك لو لو مضيت على تجديد عقدك على بياض على بياض لحد الوقت في نفس التوقيت الآن محمد صبحي بيحاول يجيب عروض عشان هو عنده متطلبات معينة ومش عايز يمضي على بياض العروض اللي هو مستنيها محمد صبحي لحد هذه اللحظة ما جاتش طب لو ما جاتش هيمضي على بياض وهيرجع يكمل مع نادي الزمالك تاني فتوح ومصطفى الزنالي موقفهم شبه محسوم في الزمالك الصبحي يعني ممكن تعدي لكن فتوح والزنالي غالبا شوف أنا بحاول برضو أختر ألفوزي مش عايز أأكد أي حاجة الله أعلم بالغيب غالبا الموضوع بتاعهم محسوم هم خارج نادي الزمالك موسيقى موسيقى